استكملاً للمعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة لم يتمكن الفلسطينيون من السفر إلى مكة لأداء فريضة الحق هذا العام يأتي ذلك بسبب تعنت إسرائيل وأغلاقها معبر رفح من الجانب الفلسطيني منذ شهر مايو الماضي ضمن هجماء البرية على مدينة رفح الفلسطينية والله متألم كثير أقول لك مش متألم عشان حيدي والله متألم هذه مناسك وهذه فريضة لازم نأديها والله متألم كثير لكن لا حول ولا قوة إلا بالله احنا نحرمنا من الحج بسبب المعبر مسكر وسبب الحروب اللي موجودة على ضمار لا قدر نطلع ولا قدر ننزل كما نجي نطلع بقول اليوم سكر وكرا سكر ونقدر نطلع وننزل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واحتلال معبر رفح وإغلاقه وتدمير مقر وزارة الأوقاف الرئيس في غزة حالة دون إثمام أي إجراء يتعلق بموسم الحج هذا العام